ياسين صح؟ ياسين يعني أنا شايفة أنه هو سبب ابتسامة سبب دموع سبب حاجات كتير حكيلي عن ياسين ليه سبب كل حاجات دي؟ والله ما اعرف أنا بقعد أسأل نفسي إشمعنا ياسين اللي حصل البند ده بني وبينه ما اعرفش؟ بس هو زي ما أنت شايفة كده ساعات يعني هو يختفق بكلامه ويختفق بردود غريبة بيقولك هو أنت خطبها ليكه هو بيقولك إيه ماما بيقولك أنا خايف أن أنا أخاف عليها تبقى لوحدها هو طبعا هو ابن صديقتك صح كده؟ يعني أكيد عندك أصدقاء كتير عندهم أولاد كتير مع ياسين حصل حاجة مختلفة خالص بيتي حاسة أن هو ابنك؟ بشكل بالإحساس؟ بشكل مش طبيعي أنا مش عارفة دي إيه لأن أنا ما جربتهاش يعني أنا ما جربتش أنا شلت أولاد أختي وكنت برعيم هما صغيرين طبعا عندي بنات صحابي كتير عندهم أولاد وكده بس سياسين أنا مستلمة كبير يعني ما فالسن ده بالنسبالي كمان لأن أنا أختي هاجرت بدري فكان بالنسبالي السن 9 سنية لو مدرك يعني مش تفلس غنن يعني هو عنده حاجة غريبة أنا مش عارفة هي إيه ما هي سبب الدموع اللي أنا قدامي دلوقتي؟ لا أنا دحكت قوي يعني دحكت قوي يعني دمعتي يعني أتنين في نفس الوقت أنا فرحت أن أنت وصلت له لأنه هو بيتكسف يتكلم وبعدين في ناس فاكرة أنه هو ابني من كتر ما أنا بنزله ستوريز كتير وهو في مرة وإحنا في العربية مع بعض على فكرة يعني أنا اكتشفت معاه بال تاني طويل مش عندي يعني اكتشفت في اتفاقنا بال أن أنا أسمع الناس وأنا في العادي خلق دايق جدا ما عرفش بدخل الستوديو يا بنتي من هنا ببقى شخص آخر ومع ياسين أولا أنا بشكر مامته إن هي ستة متفهمة إن فيه واحدة بتشاركها سامها وحبه وبتسبهولي لو عايزة تخديه مش عارفة وديه فين مرة كان عنده عشان هو بيلعب كرة وشطر جدا يعني أنا متأكدة أن ياسين هيبقى حاجة كبيرة يعني كان عنده علاج طبيعي فقالت أنا مش قادرة رأتها طب أنا هاجي هاتيجي من أنا سكنة في حتة وهم في حتة أنا هاجي وديه وبقيت يعني بشوفني معاه بطريقة تانية وإحنا في العربية وبنتكلم عادي بعدين سكت تحس إن فيه حاجة كبير بيتكلم معيك بيقولي مريم بيقولي مريم مريم أنا عايزة أتكلم معيك في موضوع بطريقة 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 مش بس هو اللي حيسست إن هو بالحتة دي أنا شايفة من اللي أنا شفته قدامي دلوقتي كمان إيه أنت حاسة للاتجاه التاني أنا هو واخد حتة من قلبي وده جديد علي خالص ما حستيش الإحساس ده قبل كده وما حستوش وعايزة أقولك تأكيدا على اللي كنت بتقولي مش فكرة إنه أنا لسه ما تجوزتش أو ما عنديش أطفال أو أو لا أنا شفته وعندي ناس كتير وعندي قريب وصحاب وبحبهم جداً بس فيه حتة هو خطافة